خنونا ناخد معانا على التليفون سارة يونس شلبي أهلا 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 يا سارة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أنا قلتلك يا سارة أقولي لي يا يوسف حضرتك إيه وبتاع إيه احنا بتوع الكلام ده أهلا أستاذ يوسف أهلا بحضرتك يوسف يوسف ولا أستاذها لحاجة سارة أولا النهاردة هو عيد ميلاد الوالد الله يرحمه الله يرحمه أنا عايزة أعرف أنت اتفاجأتي زي لما اتفرقتي أو سمعت أنا شعب أسميها تقطوقة ولا أغنية ولا أداء ولا إيه أنت سمعتها قبل كده دي يا سارة ولا زي متفاجأة كده لا سمعتها قبل كده هو أصلا كان قالها في برنامج قبل كده لي يعني زمان فعلا حلوة قوي دي وليلي بقى الحاجات دي عندكم منها كتير يا سارة آآ عندنا منها كتير ممكن تحكيلي على الوالد لأنه إحنا اللي نعرفه يعني هو كان أحسن حاجة فيه إن هو شخصية طيبة جدا ده واضح في البيت غير التلفزيون وكده يعني هو في الحقيقة أصلا حد حنين جدا حد كويس يعني وحد كوميدي جدا في الحقيقة بقى يعني في الحقيقة كمان كان كوميدي يعني أنا أسمع إنه الناس اللي عندهم موهبة كوميديية صارخة دول بيبقوا في الحقيقة جد لدرجة مخيفة يعني كنت تسمع كده عن هو زي ما بنشوفه آه هو زي ما بتشوفه كده زي ما بيطلع على التلفزيون هو هو نفس الكاركتر اللي إنت بتشوفه والناس كلها بتشوفه يهذر مع الناس وياخد ويدي ويدحك وقلبه صافي يعني طول الوقت جدا جدا والله الله يرحمه يعني الله يرحمه يا رب ويحسن إيديه يا رب دي صورك وانت وانت صغيرة آه دي صوري معي وانا صغيرة الله يرحمه الله يرحمه يا رب الله يرحمه يعني سارة وإحنا بنتكلم النهاردة على على حد عظيم وفنان مهم وزي ما كنت بيقولك يمكن ده حوار دار ما بين يوم ما بين آه أستاذ سعدة أردش الله يرحمه على موهبة العظيم الله يرحمه يا رب يونس شلبي النهاردة سارة يونس شلبي تحب تقول إيه في عيد ميلاد والدها اللي مش بس رسم على وشنا ابتسامة اللي موتنا ضحك وما لانا بالسعادة بقول الله يرحمك وكل سنة وانت طيب وعيد ميلادك عند ربنا أحسن أكيد والناس كلها فكريك أكيد وفي قلبهم وكويس من حضرتك برضو فكره وبتحي وميلاده ودي حاجة شرف لينا طبعا وليه لا ده احنا اللي متشرف احنا اللي متشرف يعني هو احناك طول الوقت فكرينه أصلا يعني والدك ما يتنسيش يا سارة ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك يعني والله ما تمشي حتى الحكاية ازاي يعني مين اللي هينفع ينسى صارة حتى هذه اللحظة الناس تشوف عاطف وتشوف منصور وتتفرج على بوجي ده غير عشرات الأفلام عشرات المسلسلات الناس على طول بالنسبة لها مرتبط الضحك والسعادة والعيد بيونس شلبي ما حفظ اللقب طبعا أكيد أكيد ده حمينفعش نعيد من غير المسرحيات بتاعتي يونس شلبي استحالها والحد بالوقت يفعل مثل زي المسرحيات دي لأكيد الناس كلها فكرات طبعا 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 احنا حبينا ان احنا مع بعض كده ومعاكي بالتأكيد ومع ملايين المواطنين نحي عيد ميلاد رجل أبهج الملايين وملأ لبهم بالسعادة وملأ بيوتهم بالضحكات الصافية ربنا يخليك يا رب وهو أكيد يعني في قلوبكو كلها وبعد ويعني بطلب من الناس كلها بس ان هما يفتكروا دايما بالخير ويدعولوا دايما من الناس يفتكروا بالخير إن شاء الله دايما دايما وبشكركم أكيد يعني على المداخلة التليفونية دي ده احنا اللي نشكرك احنا اللي نشكرك انك سمحت لنا بان احنا نشاركك في عيد ميلاد الراحل العظيم حقيقي يعني ربنا يرحمه يا رب ربنا يرحمه شكرا لكم جدا ألف رحمه ونور شكرا جدا 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 ليك يا سارة سارة يونس شلبي يونس شلبي خريج معهد الفنون المسرحية ولأنه خريج معهد الفنون المسرحية فعزه ودي حاجة مهمة جدا ده اللي ورا إنك تسمع اللي احنا سمعناه من شوية يعني على حدوتة سيدنا قدم وستين حوى وخروجهم من الجنة سيبك إنه هو في النهاية خالص الله يرحمه يا رب يونس شلبي ما هواش مطر ما هواش مغني هو يؤدي بس اخد بالك الحدوتة اللي حكاها في هذا الأداء الشعري المنغم الموزون المقفى واللي كتب برضو يعني كتب بمنتهى الحكمة يعني يعني فانفجرك القنبلة الزرية فشعرف فصار آدم كل الزرية حاجات كده يعني مهم لأنا طب ما حافظتهاش دلوقت يعني اللي عايز بس أقولهولك إنه شوف خرجين معها تفنون مصرحية فعزوا بينطقوا عربية إزاي لغة عربية إزاي الأداء عامل إزاي الفهم الحقيقي لكل كلمة والسكتات معناها إيه؟ رحم الله حقيقي هذا الرجل الرائع يونس جلبي الله يرحمه